سكايشيلد أي درع السماء بالعربية منظومة دفاع صاروخيا بقيادة ألمانيا مشروع جديد تقوده برلين في مواجهة الهجمات الروسية على أوكرانيا ألمانيا وأربع عشرة دولة أوروبية عضوة في حلف الناتو وقعت مشروعا لإقامة منظومة درع السماء الأوروبية في محاولة لسد الثغرات في مظلة الحماية الحالية هذا نهج مشترك لمسؤوليتنا عن أمن قاراتنا ونقوم بذلك من خلال تجميع مواردنا من أجل تحقيق تأثيرات التأذر السياسية والمالية والتكنولوجية وبالتالي سد الفجوة الأوروبية في مجال الدفاع أرض جو المبادرة الألمانية تأتي على خلفية تصعيد الهجوم الروسي ضد أوكرانيا حيث تغير الوضع الأمني في أوروبا بشكل جذري بحسب تقييم الناتو ومن ثم فإن القيام بمساعي إضافية في الدفاع الجوي يعد أمرا ضروريا المستشار الألماني أولف شولتس وفي كلمة مسجلة أكد أن بوتن يقود حربا صليبية ضد النظام الدولي القائم على الحرية والتقدم هذه الحرب ليست فقط حول أوكرانيا إنهم يعتبرون حربهم ضد أوكرانيا جزءا من حملة صليبية أكبر ضد الديمقراطية الليبرالية حرب صليبية ضد النظام الدولي القائم على القواعد حرب صليبية ضد الحرية والتقدم حرب صليبية ضد أسلوب حياتنا وحملة صليبية ضد ما يسميه بوتن الغرب الجماعي هو يعني كل واحد منا التحركات الألمانية الأخيرة دبلوماسيا وعسكريا تنبئ بمرحلة جديدة في تعامل مع عنادي موسكو واستمرارها في العمليات العسكرية في أوكرانيا فبرلين وفقا لخبراء تبذل جهدا لمنع موسكو من إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة يمان شواف قناة الغد برلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر